طيب أستاذ فاضل عايزة أعرف أولاً أنا مهندس على فكرة أنا مطرر أقول لك يا أستاذ بشعرك أقول لك بش مهندس حتت إنه حضرتك الماجستير بتاعك في موضوع قلت لي إنه موضوع مخفي عن الدني أنا الحقيقة دعني أتكلم معك بكل صراحة وأنا أقرأ ذلك الحوار اللي حصل منه دروس وعظات وعبر غير مسبوقة حوار أبي سفيان مع هرقل إمبراطور الروم ثم بدأت أقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه قال له السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين حتى أشوف كلمة الأريسيين إثم معظم من الشغال فيها الفلاحين المزارعين اللي كانوا موجودين في عصر هؤلاء الملوك والأباطرة والقياصرة وما شبه ذلك يعني لكن مما لا شك في حلقة لما تناقشت معي وأنا برضو دخلت على بعض المواقع ولاقيت إن الموضوع لا مش كده خالص وفجئت إن حضرتك عامر رسالة الماجستير في الأريوسية زي ما بتقول فإحنا عايزين نعرف أول سؤال في حلقتنا نهارة ليه تاريخ الأريوسيين أخفي عن العالم يعني النسي متعرفش حاجة خالص عن هذه الحقبة وعن هذه الفترة الأريوسية هي تاريخ العالم الذي لا يقال للعالم هي تاريخ العالم في حقبة معينة خلي بالك أنا عايز الناس ما تثقش أو في كتب التاريخ ليه؟ دي حقيقة معروفة طبعاً أن المنتصر هو الذي يكتب التاريخ نعم فيسجل خصومه على إنهم مبتدعة على إنهم ظالمين على إنهم خارجين عن القانون ويسجل نفسه على إنهم حامي بيضة الدين حامي حما الحق والعدل والموصل والقيم نعم فالمسيحيون المثلثة المؤمنين بالثلوث المقدس هم المنتصرون انتصروا على الأريوسية فبالتالي هم كتبوا التاريخ فسجلوا الآخرين على إنهم هراطقة مبتدعة وهي مسألة حتى زي ما قلت في البحث التاعي هي مسألة طفولية زي ما طفل يقول التاني انت كذا خلاص أنا قلتها الأول ما ينفعش تقولها علي هو عشان أنت قلت عليهم هراطقة يبقى أمو الهراطقة نعم طبعا فدي حاجة الحاجة التانية أنا في البحث بتاعي بدأت أبحث في التاريخ ده وكان يهمني جدا هو البحث اسمه فتح اسمه الدفاع عن النفس أحد دوافع فتح المسلمين لمصر ازاي تثبت نشح إن مصر اتفتح دفاعا عن النفس لو أثبت إن مصر شعبها كان في قطاع مسلم ومضطهد الله طيب فبدأت أبحث عما كان يحدث قبل الفتح في مصر وفي البلاد الواقعة تحت الحكم البيزانتي ماذا كان يحدث لأريوسيين فبدأت أبحث في كتب التاريخي الكنيسة اللي موجودة المتاحة فروحت مكتبت الأسكندرية وجبت كتاب اسمه The Early Church بتاع جدين ده كتاب اسمه الكنيسة الأولى أولى بتاع جدين شفنا أن الأريوسية لغاية سنة ربعمية وخمسين كانت معظم الدنيا أريوسيين حسب كلام مين القديس جيروم اللي هو مترجم الإنجيل وهو مثلث لكن يقول معظم العالم أصبح أريوسيين وراجل بيشد في شعبه ومرة واحدة اختفل من سنة ربعمية وخمسين لغاية الفتح العربي أو الفتح الإسلامي لعمر بن رعوز ما تسمعش سريتهم أكنهم مش موجودين هذا كلام مستحيل نعم اضطريت أن أنا لا وجدت أن فيه تعمد لإخفاء تاريخ الأريوسيين في آخر متين سنة قبل الفتح الإسلامي نعم فاضطريت أن أنا أعمل اشتراك في دكتور ويليامز لايبري دي عبارة عن مكتبة اليونيتاريانز قطاع النهاردة اسمه قطاع المسيحيين الموحدين نعم عملت عندهم اشتراك في لندن واضطريت أروح ثلاث مرات عشان أدرس هناك وطلع المصادر رحت على كتاب آخر من كتب اسمه كتاب تاريخ الكنيسة ده مش كتاب خاص بالموحدين لكن كتاب من أشهر الكتب عبارة عن عشر عشر أجزاء كده كل جزء فيه 200 سنة من تاريخ المسيحي المسيحيين أرضه 2000 سنة عندك كل 200 سنة محدودة في فوليوم جيت عند فوليوم 3 اللي هو الجزء بتاع من سنة 400 لسنة 600 اللي هو قبل الفتح بـ 200 سنة ملقتوش أدور مش لقيه رحت المسيحيين على المكتبة يا جماعة الجزء الثالث ده مش موجود قالوا مش ممكن ده الكتاب ده ممنوع حد يستعيره قلب الدنيا مش لقيينه كلموني في التليفون بعدها بأسبوع قالوا احنا كلمنا الناشر قال لأ ده الجزء الثالث ده أصلا ما اتبعش ما اتبعش فيه تعمد لإخفاء ما كان يحدث ليه بقى عندك جرائم بشعة ارتكبها المثلثة ضد الموحدين أرجوك بين كلك شوية تقول المثلثة هم مين المثلثة يعني المسيحيين المؤمنين بالثالوث المقالل هم المسيحيين بتوع النهاردة نعم ماشي وهم أخواننا النهاردة وكل حاجة بين قصين النصار نتكلم علمي دلوقتي نتكلم كلام علمي بقى دلوقتي نعم ماشي أخير بك جرائم بش ده هولوكوست أنا أقول لك حاجة ده في أحد المؤرخين البريطانيين اسمه ديفنبورت قال أن عدد الأريوسيين الذين قتلوا على يد المسيحيين المثلثة يعني خلال التاريخ خاصة في الحقبة الرومانية 12 مليون أنا أرى الرقم مبالغ فيه شوي بس مبالغ فيه مما بيعملوا في الهولوكوست مبالغة دي 100% لو 100% يعني 6 مليون رقم الحي ده رقم كبير 200% رقم 3 مليون ما برضو كبير جدا رقم ده يعني فيه عندك مذبحة واحدة في مدينة ثسالونيكا اللي في اليونان النهاردة 15 ألف رقبة طايرة فيها 15 ألف نعم فأمر خطير الحقيقة إذن لما تخفي هذه الجرائم البشعة اللي كانت في آخر 200 سنة ضد الموحدين يبقى أنت كده أخفيت حقيقة وهي أن كثير من الفتوحات الإسلامية دي يمكن فهمه في إطار أنه كان لنصرة المظلومين لا لنجد الموحدين وإنقذهم من براثن الأخير ظلم وطغيان القتل أهم من ذلك نعم أنت كده عزلت الإسلام ليصبح هو آخر الأديان دي أحسن الأحوال يعني الثالث الأديان السماوي كلام ده كلام غير حقيقي نحن هنتكلم النهاردة عن ما هو الإسلام نعم ده كلام مهم جدا نحن نفهمه نعم هو الإسلام نعم طيب يمكن الكلام في الأريوسية واضح أنه حيكون لهم عكاسات في المستقبل خطيرة في التعامل مع معسكر الغرب عموما لأن أنا شايفي ممكن المسلمين ساعات بيبقوا مش معنين بقضايا قد تكون مهمة جدا في حياتهم لكن لا يلتفتوا إليها شوف الكلام في الأريوسية مش لهم عكاسات تاريخية خطيرة ده هيحل إنه الغاز تاريخي احنا مش فهمينها أي أولا ما يمكنش أبدا إنك يعني ما هي السيرة النبوية سيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام والسيرة النبوية ما هي إلا نعم كتاب تاريخ نعم هو تاريخ تاريخ الإسلام ماشي ما ينفعش تدرس تاريخ الإسلام دون أن تدرس تاريخ العالم في نفس الوقت أنا اللي عملناه في البحث المجلسي البتاعي إن أنا جبت تاريخ العالم اللي كان يحدث فيه أي مكان غير بقى جزيرة العربية وحطينا تاريخ الجزيرة العربية اللي هو السيرة النبوية عليه فلإنهم عشقوا في بعض كده وفهمنا الغاز إحنا ما راح نشفهمينه يعني مثلا أنا أقول لك حاجة لماذا لم يقاتل شعب نصر ضد الفاتح العربي ضد عمر بن العصر المدخل نعم ليه ما قاتلش طول عمرنا بنسمع إيه بقى أصله كان بينظر للفاتحين العرب دول على إنهم محررين بيحرروا من ظلم الروماني والاضطهاد الرومان طيب معلش أنا شخصيا كنت قاعد مع بعض الإخوة القساوسة في مؤتمر قريب وقالوا الكلام ده عبط يعني إيه يعني الرومان مسيحيين زينا زينا وإحنا مسيحيين هما كاثوليك وإحنا أرثوذوكس صحيح صحيح كان فيه ابطهاد مذهبي لكن معقول يعني هنرحب بدين تاني خالص عشان خاطر يمشلنا يعني أخويا في الدين لكن من مذهب آخر يعني كلام برضو ما يعقلش وبيني وبينك عندهم حق لكن فعلا شعب مصر لم يقاتل ليه بقى؟ اللي لا يعرفه الناس إن شعب مصر لم يكن مسيحي هذا الكلام ده أنا جايبه منين بقى؟ طيب الكلام ده أنا جايبه من كتاب أهو اسمه The Chronicle of John of Niki Yu يعني تاريخ مصر ليحنى النقيوسي الكتاب ده مترجم عربي أهو ماشي؟ وكان موجود في معرض الكتاب عملاه مؤسسة عين اسمه تاريخ مصر ليحنى النقيوسي الكتاب ده ممكن ترجمة للكتاب اللي عند حضرتك ده الكتاب ده اللي بإنجليزي هو وده العربي ماشي؟ ممكن حد يقول لي بس الكتاب ده ممكن يكون جايب حاجات لصالحكم مخصوص أنتو عاملينه ولا لأ تعالوا نشوف بقى الكتاب ده أوريك إلى أي درجة يعني ما فيش تضرب مصالح بيننا وبينه هذا كتاب اسمه تاريخ الأمة القبطية اللي بيدرس في مدارس الأحد في مصر بيدرس؟ في مدارس الأحد في الكنيسة في مصر نعم ماشي؟ تاريخ الأمة القبطية بيقول إيه عن الكتاب ده لنا مستخدمه نعم صفحة 47 يحنى النقيوسي نحن هنا في باب الرابع مصر تحت الحكم الإسلامي الفاصل الأول أشهر الرجال والحوادث منذ الفتح العربي في القرن السابع يحنى النقيوسي مين يحنى النقيوسي اللي كاتب الكتاب ده؟ أسقف مصري لأبرشية نقيوس اللي هي أبشتايب المنوفي في النصف الثاني من القرن السابع كان مفتش للأديرة ومديرا لها وكان كثير الاطلاع على صحف الأقدمين حاصلا على قسم موفور من المعارف الدينية والأدبية والتاريخية من أهم مآثره المؤلف الذي وضعه في تاريخ مصر باللغة القبطية ماشي؟ ويعد من أفضل كتب التاريخ نظرا لإحتوائه آلاف الحوادث التي حدثت أيام الفتح العربي ومنها ما حدث في أيامه وعلى مرءا منه ماشي؟ يعني الكنيسة بتقول كل الكلام اللي في الكتاب ده كلام صحيح